لما يبدو تمرس غادي وهبي وولا فريق عانيد جدا شفنا حتى قلق برشا النجم رغم انتصار النجم الحمدوله في رادس ولكن قلق برشا النجم في رادس مقابلة للذهاب مقابلة مش تكون سهلة للنجم الرياضي الساحلي كذلك وغياب حسين بن علي وغفران نوالي عن نجم الرياضي الساحلي غضوه بسبب الإصابة رسميا وعودت أصيلة جزيري لتشكيلة الفريق النجم الساحلي الحقيقة لو كان يدخل بنفس العزيمة والجرينتة اللي تخل بها في مباراة النادي الافريقي مباراة هلال سوداني قادر باش يحقق ثلاثة نقاط من تنزانيا مباراة صعيبة أمام فريق هلال سوداني هلال سوداني متمرس في دوري أبطال أفريقيا نتفكروا العمل يتعدى كان ينجم يخرج حتى الأهل المصري تفوق على التراجي ثلاثة أبواحد في الجولة الثانية فريق حاضر مدرب إبنغي مدرب متمرس ووصل كذلك إلى سوداني المجموعات دوري أبطال أفريقيا رو يزمن قولوا أقصى بريميرو داغوستو الأنجولي أقصى بريميرو ثم انهزم أمام بيترو أتليتيكو في أنجولا واحد بليش وبصعوبة لهدف تسجل الوقت في شرط المقابلة الأول ثم انتصر على التراجي ثلاثة واحد وانهزم أمام النجم واحد بليش وحتى هزيمته أمام النجم الساحلي يعني في المباراة يتعداد ماهوش كان مثلا أداء كان النجم فارض أسلوب لعب ومسيطر الفريق تعب ياسر دفاع النجم الساحلي الهلال السوداني واضغطته مشال قدام وحاول في أكثر من كرة وأكثر من محاولة أنه يسجل هدف لكن الفريق هذا الحقيقة جال تونس وعمل دستاج الهناية كأنه يعني وبعد القراءة انصفتوا يعني بعد دستاج متاعه في تونس جاوزوا صفيراق توانسى معاه في نفس المجموعة فريق حاضر سيح من أفرير ملعبش على مستوى البطولة واقتصرت يعني المشاركات متاعه فقط دوري أبطال إفريقيا أو بعض المباريات على مستوى الكؤوس العربية والمباريات تودية لكن فريق يبقى متمرس حاضر ما عنده ما يخسر أنه في مشاركة كمن هك ثلاثة نقاط حاليا انتصار يعني للمركز الثاني يعني في صورة تعثر ترجيه هذا لما انتمنوش يعني هذين كليك عوامل بشي ركز عليهم فريق غدوة الهلال السوداني النجم الساحلي كذلك اللي بشي يدخل المقابلة هذي غدوة ثمانية متاع لها ضد الهلال السوداني حاجم هما جدا اللي جاي منزوز انتصارات مهمة مهمة جدا انتصار على الهلال السوداني بهدف جاكم بي في دوري أبطال إفريقيا في رادس وبعدو انتصار في الكلاسيكو أمام نايد الأفريقي أمام جماهيرو واحد بلايشا كذلك دونك النجم يدخل المقابلة هذي بزوز انتصارات معنا وياك مرتفعة جدا زوز انتصارات ولكن انت دمير سميت أهم لعبي في النجم الساحلي حاليا جاكم بي الحقيقة جاكم بي لو كان يكون في يومه بالنسبة للنجم الساحلي النجم نعطي نسبة كبيرا يسر أنه النجمي نجمي حق الانتصار ملاعبي هذي من المباراة الأخرى غيابه يأثر عن الفريق حضوره يعطي إضافة كبيرة يسر يعني يكون ملاعبي في آخر جزء مباريات مهمين أمام الهلال السوداني وأمام النادي الفريقي ويسجل في كل مباراة ويجيب تثني قاتل فريقه ما هو السهل أنه ملاعبي يفكر جمهور النجم بريود قديمة مع ملاعبي كما فرانك كوم أنه ملاعبي يكون غيابه مؤثر يسر على وسط ميدان النجم وقعد يطور من المباراة إلى أخرى يعني هذي كوليكا يعطي إضافة كبيرة للنجم الساحلي كيف كيف يشتلع في تنزانيا يعني مباراة مهيس سهلة الملاعبي يعني الملاعبي جاكم بي ملاعبي من أحسن الملاعبية اللي عنا حاليا في البطولة التونسية لكن المشكل في النجم الساحلي بعض الغيابات يعني صحيح جاكم بي ملاعبي مؤثر يسر في وسط الميدان وإذا كان النجم الساحلي يربح الماركة متاعه في وسط الميدان كما ما صارت في مباراته للسوداني ولا نادي الفريقي فما إمكانية باش يحقت لها ثانيقات في تنزانيا ولكن غياب ملاعبي كما هو فران نوالي أيضا حسن بن علي يعني الظاهير اللي صار متاع النجم الساحلي النجم يأثروا شوية على الفريق ممكن التأثير الوحيد وقتها ما يكونش كيكون المجموعة لكل حاضرة مبعضها لكل فرد كلمة اللي هي الانتصار غدوة وذالي نستنوى من النجم الساحلي ما نتصورش أن الملعبية ماشين من أجل أنهم باش يروحوا بأي نتيجة غير الانتصار نتمنوا الانتصار أيضا ملعبي كنت انتقته شخصيا ياسين الشماخي ولكن غدوة إذا كان ياسين الشماخي يكون حاضر في الفورمة باش يعاون ياسر النجم الساحلي وقت استفاقة من هجوم النجم الساحلي في أخر مباراة الانتصارات تجي عن طريق لعبي وسط الميدان يعني لهنا ولا حتى المدافعين كما حمزة جلاسي وقت استفاقة حاليا للنجم الساحلي باش يرجع في المباراة أيضا حضور ملعبية ملعبية خبرة كما علي جمال في حراسة المرمى باش يعاون ياسر النجم الساحلي باش يواجه بقية الملعبية المهمة سعيبة ياسر النجم الساحلي لكن مش مستحيلة أمام فريق منظم كما الهلال السوداني وفريق خوف خاصة على المستوى الهجومي معناه في هجوم الهلال السوداني حتى في رادس مقابلته للذهاب قلق برشا النجم قلق ياسر النجم ورنا في أكثر من كرة كان نجم يسجل علش حكيت على ملعب كما علي جمال لأنه كان عنده تأثيره في المباراة توجيه الملعبية وزملاء ومدفعين سحر قزاح قدم مباراة كبيرة مع النجم الساحلي ولكن عودة علي جمال عطت الإضافة لفريق النجم الساحلي خاصة على مستوى الدفاعي مش فقط أنه يصد في الكورات ولكن توجيه صحابه في كل كرة هذه كلكة مش أي حارس النجم يعطيها لك وكيف كيف علي جمال هو قائد فريق النجم الساحلي هنا ما ننساوش النقطة هذه يعني كلها نقاط وعوامل حمزة جلاسي مدارة بندي الفريقي قال أنه حمزة جلاسي ربحنا واحده في المباراة اللي فاته وفي المباراة اللي اتعدات كيف كيف حمزة جلاسي كان قدم مباراة كبيرة أمام الهلال السوداني يعني فم بعض نقاط ملعبي لازم يبدأ مباراتهم اللول باش نجم الساحلي يحاول يقدم فرصة في المباراة هذه قلوة لملعبي رقي العواني ملعبي صغير مكانيات كبيرة يعاونك خاصة على مستوى المرتدات وملعبي مهم يسر في تشكيلة النجم الساحلي إذا كان نجم الساحلي يدخل مباراة غدوة بنفس الطريقة ويلعب بنفس الطريقة لعب أمام شابي بقسونتينة أمام الجيش الملكي أمام الهلال السوداني قادر النجم الساحلي يحقق لثنيقات هو هنا على مستوى التشكيلة المحتملة للنجم الساحلي في مواجهة الهلال السوداني غدو بشيكم فيها تغيير وحيد مقارنة بمواجهة الكلاسيو كما من يدي للأفريقي وهو حسيم بن علي بشيكون غائب وابشي عاوضوا بوزراء التشكيل المحتمل علي جمال في حراسة المرمى الغديامسي جلاصي بوزراء لؤية بن حسين سيدي بي جاكم بي أسامة عبيد ياسين الشماخي بونغونغا ويوسف العبدالي نشانش با انو كيب كي جاني وهذه الفلسفة نوعا ما لحسينام شابهة المدرب يعني عماد بن يونس المدرب هذي لحقيقة نرفعوله القبعة على الأداء الكبيرة مع النجم الساحلي روما والسهل في الظروف هذه الكليكة والفريق ماشي يوم كمل يعني تحقق انتصار أمام نادي الفريقي في رادس أمام الهلال السوداني لول في مجموعتك بالرغم اللي فما في رق خير منك لول في المجموعة في المستوى البطولة ما والسهل كيف المدرب يحذر مباراته يعرف النقائص الكليكة ويعرف الفريق ولكن التحذير متاعه والتحذير الذهني اللي منعب به أهم نقطة نتصور بشي ركز عليها المدرب عماد بن يونس نتصور الثبات على نفس التشكيله أمر مهم أيضا أحسن حاجة ممكن مشافيها المدرب عماد بن يونس أنه مرجعش للفلسفة متع ثلاثة مدافعين من نتمنىوش أنه نجم الساحلي يرجع ويلعب ثلاثة لعبيه قلب دفاع لأنه صحيح تعطيك بعض الأرياحية الدفاعية ولكن ينجم يأثر على لعب الفريق هجوميا رينه أمام النادي الفريق يكلعب أربع مدافعين ولا حتى يلعب أمام فريق الهلال السوداني كيفاش أعطاه بعض الفريق هذا يكتسب حاجات أخرين كما أنه في الهجوم ولا يمشي ويقدم أحسن ويضغط على الفريق المنافس ويحاول باش يسجل عكس المباراة اللي يقبل كالنجم الساحلي يختار الحل الدفاعي ثم على المرتدات أو على كرة ثابتة يسجل الأسلوب هذا يعتمد عليه في مباراة ندي الفريقي ولكن حسينه في أول نص ساعة الفريق يحاول باش يسجل ويمشي للقدام نفس النقاط يركز عليها مدرب عمد بن يونس يحذر مباراته ملاعبية تكون أم فورم عرف قيمة المليون الكبيرة متع نجم الساحلي تتفكر ذكريات قصيرة اللي مش بعيدة ياسر قبل دور المجموعات والمباراة الكبيرة نجم الساحلي قادر يجيب ثلاث نقاط ما هو الساهل أمامك مدرب كبير اسمه إبنجي فريق الصعيب ياسر خاصة في تنزانيا وعلى أرضه يعتبر على أرضه بحكم الظروف اللي صارها في سودان فريق الهلال السوداني والنجوم متاع الهلال السوداني لكن كل التوفيق إن شاء الله للنجم الساحلي النجم الرضي الساحلي غدوة مطالب الانتصار وش سيصور انتصارها بمعنى النجم الرضي الساحلي غدوة إذا يرجع بأي نتيجة غير الانتصار بشي عقد مهمته في الوصول الدور القادم برشة خاصة اللي ما زالته مقابلة كذلك ذات فريق بيترو أتليتيكو في أنجولا وثم المقابلة أخرى أمام التاراجي في لدس نتصور حتى مباراة بيترو أتليتيكو في أنجولا أصعب من مباراة الهلال السوداني بحكمة اللي رينا زوز في رق هذوما وتفرجنا فيه معينه النجم الساحلي لو كان المباراة يعني بعد أنك تنتصر على الهلال السوداني والنادي الأفريقي لو كان مجيش نتيجة إيجابية حتى ولو كان التعادل في مباراة غدوة فما برشة نقاط للمراجعة ما هو السهل أنك في الظروف هذه كليكو وترجع بالقوة باش نعرف قيمة الملعبية اللي موجودين في النجم الساحلي واللي يعطين ثقة للفريق كما ما قلنا عليهم حمزة جلاسي فما كذلك بعض الثاني كان زياد الجزيري موجود مع بعض الثاني الفريق غادي سيف غزيل محمد علي نفخة المدرب عميد بن يونس فما اليوم حتى إذا كانوا في الإطار الفني لفريق جوارة الساحل ولكن هذو ما أسماء عندهم خبرة لعبوا كورة يعرفوا شمعناها ديبلاسمو خاصة لتنزان يعرفوا شمعناها أنك تلع في دورة بطار أفريقيا ضد فريق عانيد وغدار بين قوسين كرهلال السوداني أكيد الخبرة هذه بشو وظفوها بشو وصلوا لملعبيتهم قدوا بالتباع خاصة ممكن نحكيه على سيف غزيل كان حضر في مباراة كبيرة مع فريق نجم الساحلي قبل زياد الجزيري زياد الجزيري نتمنى لو كان يعدي لجرينتا والروح متاع زياد الجزيري في كأس أمام أفريقيا في 2004 نتصور اللي هو المدير رياضي للنجم الساحلي في كل مباراة يحفز في ملعبيته ويقدم له في الكلمات اللي بشيعونه الفريق ولكن نتمنى خاصة في مباراة مهمة ومصيرية كما مباراة هذه كنا على مباراة الموسم أمام الهلال السوداني ورينا حتى يعني بعد المباراة هذه كمباراة نديل أفريقي الأداء لقدمه كيف كيف تعتبر مباراة الموسم يعني في نصف الثاني متاح أمام الهلال السوداني لأنه أي نتيجة إيجابية بش تخلي الفريق في الكورسة متاع تأهل أي تعثر بش يأثر ياسر على النجم الساحلي في بقية المشوار لو كان أنت تحب تترشح للدور الثاني ما نقولوش أنك بش تنافس على اللقب تترشح للدور الثاني لازمك تعرف تتنقل في الملاعب الصعاب كما تنزانيا ولا أنجولا ولا أي ملاعب لازمك تعرف تجيب النقاط منه ما يهمش نجم يكون أداء نجم الساحلي غدوة أسوأ أداء قدمه الفريق ولكن لو كان نجم الساحلي يعرف كيف يقدم مباراته يجيب ثلاثة نقاط تعتبر أمر إيجابي جدا للفريق في وسط الظروف هذه الكليكة ما هو السهل لكن نتصور بالتأثير من الإطار الفني للفريق من المدير الرياضي من الملاعبية الموجودين نتصور النجم الساحلي قادر غدوة بش يحقق لحقيقة ثلاثة نقاط رغم الناس اللي يسمع فينا تنجم تقول لك هيلال سوداني أرضية ميدانه ما هو السهل لرباح الترجي في تنزانيا خاصة نايم هو تيراي لعب برشا كورة بالعكس لحسن الحظ أنه لعب برشا كورة ولكن يقول لك لو كانت الموجهة في السودان نحكيه على حاجة أخرى جميل نحكيه إذا كانت المقابلة تلعب في السودان نحكيه على تعادل النجم يعتبر نتيجة إجابية بالتباع ولكن أنك في ملعب كما هكي نجمي خليك تلعب الكورة رينا ترجي أمامتي في مباراة اللي تلعبت في تنزانيا رينا كيفاش لعب الترجي يعني وقدم أداء جيد النجم الساحلي نجمي يقدم نفس الأداء نتصور الحاجة الوحيدة النقطة اللي كان النجم الساحلي تخليه يخسر غدوة أن يدخل بغرور لقدر الله بالتباع أن يدخل بغرور وأن تفوقت على الهلال السوداني في الذهاب وأن ربح ندي الأفريقي جاي من المباراة يعني باش نحق ثلاثة نقاط هذه لا ما نتصورش خاصة اللي شاف الهلال السوداني في مواجهة ردس معناها الأطوال عرفت الهلال السوداني وشافت الأداء الحقيقي الهلال السوداني في مواجهة ردس بالتباع شافت الأداء وشافت كل شي قدمه فريق الهلال السوداني وعنده عليه فكرة ولكن في بعض الأحيان نعرفه ملعبيتنا يمشيوا نوع من الغرور أنه يقول لك أن تفوقت على الفريق الهذاية والنجم نربحه وباش نمشي مباراة لا المباراة صعبة ياسر وهلال السوداني يعني رينا النجم الساحلي يستنى الآخر الوقت نفس النقطة نجم روى الهلال السوداني مش يحاول يفرض عليك أسلوب لعبه لازم النجم الساحلي يكون فهم برشة صبر في المباراة يستنى الآخر الوقت فهم الملعبية متاع الخبرة اللي تعرف قيمة المباراة هذوما وقيمة الوقت القاتل هدف كما ما جاء في دقائق ثمانين بعد ثمانين ما زيبش النجم يستنى كما المقابل الفرد يزمك من الول تعطي خبايك من الول كما قلنا التحاول هيا السوداني ديما يعمر ردد فعل وديما النجم يبيغي تفعيل أحلى وعبي صحيح أمير إذا كان فريق النجم الساحلي يعني يدخل مباراة الهلال السوداني النص ساعة الأولانية كما ما تخل في مباراة فريق النادي الأفريقي قادر باش يقدم مباراةه من الول لو كان الفريق يضغط ويجبر الهلال السوداني أنه ملقاش الحلول على مستوى الخروج بالكرة هذي الكوليك يكونوا نقاط إيجابية إذا كان بشتخال الهلال السوداني يخرج بالكرة ويدرج رؤوا الهلال السوداني عنده منعبية ينجموا يخرجوا بالكرة واحدة واحدة ويصلوا بطريقة سريعة ياسر يعني يلعبوا ياسر حتى الهدف في سجل في التراجي هدف الثالث هدف فيه برشة خدمة فيه برشة تكنية كذلك برشة خدمة لقطة ركلة الجزاء يعني الفرص الأخرين يضعوا من فريق الهلال السوداني يعني الكور كيفاش يخرج بالفريق تعرف الفريق هذي منظم ياسر ومدرب عنده لحقيقة خبرة كبيرة أرقام مزادة أرقام مهمة على مستوى دوري أبطال إفريقيا بالرغم من الهزيمة إلى أنه مثلا نهزم واحد سفر أمام فريق الهيال بيترو أتليديكو ونهزم واحد سفر أمام فريق الفريق النجم الساحلي في الجولة التي تعدات يعني فارق أهداف المدفوع والمقبولة هو السر بالنسبة للفريق هذية فريق منظم على أرضية ميدانه ما يخافش يهاجم يصغل نقاط الضعفة متاع أي فريق منافس حضور النجم ثهنيا خاصة حضور جاكمبي في يومه والملاعبية متاع الهجوم يكونوا في أفضل حالاتهم كلها نقاط نجم الساحلي يبني عليها لثلاثة نقاط إن شاء الله هل النجم الرضي الساحلي خاصة معناها هل الملتوال منظم يدعي نجم الرضي الساحلي مربوط كان بجاكمبي نحكيه على أسامي ملاعبية أخرين في النجم الرضي الساحلي موجودين ونجمو يقدمو أفضل برشا ما يقدمو ما هو مربوط كان بجاكمبي ولكن عرية بجاكمبي شنو الفارق الي نجم يقليه ملاعفي كما أسماء عبيد ملاعبي فارق ياسر في تشكيلة النجم الساحلي كيف كيف سي دي بي ولكن نزوز الملاعبية هذوما ما يقدموش نصف الدور لقدم فيه جاكن بي خاصة على المستوى الدفاعي جاكن بي والسي دي بي يقرب يسر للأسلوب نفس الأسلوب تقريبا ملاعبية آآ لاعبي ارتكاز دفاعيين يعاونوا فريق دفاعيين اكثر ولكن التطور متع جاكن بي في الخروج بالكرة انه يملاعبي ولا رزين اكثر ويحافظ اكثر على الكرة لذي الكلي كيف رق في ملاعبي كرة القدم حضور جاكن بي يعطي حرية اكثر لوسام عبيد وسام عبيد يلقى بعض الاريحية وبعض المساندة من اللاعبين الارتكاز كما جاكن بي يعطيك حلول اكثر خاصة على ناحية الهجومية هذي كليك نقاط بالنسبة للنجم الساحلي يبني عليها في مباراة غدوة جاكن بي ما هوش الفلتة الكوروية لان قولوا انه غياب مؤثر ما يتعوضش ولكن في الوقت الحالي ما يتعوضش في النجم الساحلي ما هوش الملاعب اللي سهل تلقى برغم بعض الملاعبية الشبان اللي موجودين الورتاني وقالا غيرهم وقالا جبالي ايضا جزم لعبية في وسط الميدان ولكن رينا وسام عبيد في بعض المباريات كلعب كلعب ارتكاز ثاني ما قدمش نفس الدورة متاع جاكن بي لانه للاسف في النجم الساحلي حاليا حكم الوضعية ما فما حتى ملاعبي ينجم يعوض اه جاكن بي واضح كل التوفيق ان شاء الله للنجم الرضي الساحلي وغد في مواجهة الهلال السوداني في دار السلام في تنزانيا ثمانية متعلي للنجم من اجل الانتصار من اجل انه يضمن على الاقل خنقوله شوية يحط سيق في الدور القادم بحكم اللي مقابلة التراجي وبيترو الاتليتيكو اللي باش ينتصر فيها باش يحدد اه هويته ويثبت خنقول انا احقيته بالوصول للدور القادم مقابلة صعبة برشة للنجم الرضي الساحلي كيف كيف للتراجي حظ موفق اه للتراجي غدور خمسة متاع عشرية ثمانية متاع ليه وغدوة كذلك النجم الرياضي للساحل ان شاء الله نرجع نهر الجمعة في ستاد ميد نحكيه على ننتاج ايجابية ثلاثة التراجي والنجم والفريقة باش نحكيه عليه طول نديل